السؤال بعد كده بيقول كنت أريد الاستفسار عن كيف ألهم نفس اليقين في استجابة دعائي الله لا يا سيدي احنا استجابة الدعاء ده يقننا في ربنا ده يقننا في ربنا يعني استجابة أن ربنا بيستجيب لدعائنا ده يقننا في الله سبحانه وتعالى لكن كيف ألهم أن ربنا سبحانه وتعالى ألهم اليقين بأن ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائي خلاص لأنه وعدني فده مش هيوصل لقلبك غير لما تعمل حكتين أول حاجة عشان توصل لده ببساطة خالص أول حاجة عشان توصل لده أن أنت تتذكر جميل معاملة الله لك هو في كل موطن بيلحقك من غير ما تدع في كل موطن ده هو طول الوقت بيديك نفسك بيرزقك رزقك من أطعش وفي السماء زي ما قال مولانا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدوه إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك والله كتب على نفسه الرحمة والله لطيف بعبادي بأول حاجة تشوف معاملة ربنا لك إيه فإذا كان ربنا بعملك كده من غير ما تسأله من غير ما تطلب منه فإذا سألته فهل هو بخيل؟ هو كريم آه يبقى تنتقل إلى المعنى الثاني تتذكر جميل صفة الله سبحانه وتعالى وإذلك سيد ابن عطاء الله سكندر يقول إذا لم تحسن ظنك فيه من أجل حسن معاملته فحسن ظنك فيه من أجل حسن وصفه وإذا لم تحسن ظنك فيه من أجل حسن وصفه فحسن ظنك فيه من أجل حسن معاملته فهو عودنا سبحانه وتعالى على أنه يزدي إلينا المنن ويعطينا المنح فالله سبحانه وتعالى عودنا على هذا فأنت لو ما جرقش إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن صفات الله فشوف معاملته معاك هتكون كانت إيه وساعتها هتحسن ظنك ويبقى عندك يقين أن ربنا سبحانه وتعالى طب تعمل إيه كرر على قلبك طول الوقت ده ربنا عمل معايا كذا وفعل معايا كذا وسترني وما زال بيسترني وانا ده ده ناس إننا أدعون هو يسترني من زمان وهو بيسترني من غير ضعاء يا ده نجاني من إن حدي هني وأنا نسيت إن أنا أدعي إن هو يحفظني بحفظه يا ده أنا كنت ده أنا مدعتهوش لما أنا حصل لي مصيبة إن هو يحفظني بس هو حفظني باسمه الحفيظ آه كذا كذا لا أنا خلاص أنا على يقين إن ربنا ده عمل لي كل ده من غير مدعو فإذا دعويته أكيد ربنا يستجب لي ويوسع علي